اشتركوا في القناة ونشرح هذه الحلقة فيما سبق ولقي التفاعل كبير من الإخوان لكن هناك بعض التعليقات التي لم تعجبني قد خصوصا فيما يتعلق أن هذه الطريقة يقول لك ليست مجدية أو شيء من هذا القبيل كما تلاحظون هنا حصلت على 22 ألف مشاهدة خلال أربعة أشهر كما تلاحظون هذه الطريقة لمعرفة أصدقاء المخفيين اليوم إن شاء الله جلبت لكم طريقة جديدة ورائعة جدا يمكنك أن تقوم بمعرفة الأصدقاء المخفيين لأي حساب فيسبوك سواء كان لفتاة أو تكار أو غيرها من الأشياء مهمة طريقة سهلة جدا إخواني كرم كل ما نطلب لكم هو أن تقوموا بالاشتراك دعمنا بالاشتراك وكذلك تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون إن شاء الله بكل جديد القناة بالنسبة للإخوان الذين يجدون صعوبة في مرسلتنا يمكنك أخي الكريم أن تقوم بالنقر على الزر الخاص بالفيسبوك هنا سوف يتم تحويلك مباشرة إلى حسابنا أو صفحتنا على الفيسبوك يمكنك أن تقوم بمرسلة من خلال اختيار هذا الزر الخاص بالرسائل وقوم بكتابة الرسالة التي تريد وإن شاء الله سوف يكون الرد في أقرب وقت ممكن إخواني الكرام كما تلاحظون اضغط على زر الرسائل سوف تظهر لك هذه اللافذة كما قلت إخواني الكرام قم بكتابة أي شيء وإن شاء الله سوف يكون الرد في أقرب وقت ممكن على سبيل المثال كما تلاحظون إخواني الكرام إن شاء الله سوف يكون الرد في أقرب وقت ممكن جيد الآن سوف نمر إلى الشرح الطريقة فكما نعم إخواني الكرام فهناك بعض الأشخاص يقومون بإخفاء الأصدقاء الخاص بهم وأنت أيضا تريد أن تقوم بمعرفة الأصدقاء الخاصين بهذا الشخص الذي قام بإخفاء الأصدقاء الخاصين به وهذه الطريقة كما قلت لكم مسبقا ليست جيدة لحسابك على الفيسبوك لماذا؟ عندما يتم إغلاق حسابك لسبب الأسباب المتعلقة بالأمان سوف تجد مشكلة في مثلا أنت قمت بإغلاق الأصدقاء الخاصين بك على سبيل المتال هذا الحساب الذي قمت بالبحث عنه ومجد أن هذه الأخت قامت بإخفاء الأصدقاء الخاصين به كما تلاحظون إخواني كرام فهذا الشخص عندما أو هذه السيدة عندما يتم إغلاق حسابها لأسباب أمنية مثلا للتعرف على سوف يعطيها من إحدى هذه الطرق التي قد تقع فيها وهي أن يقول لها حساب الفيسبوك أن تقوم بالتعرف على الأصدقاء وسبق ونشرحناها أيضا في إحدى الحلقات كذلك لقيت بعض التفاعل لكن هناك بعض الأشخاص لم تعجبهم الحلقة لا أعرف لماذا قمت بشرح التفاصيل بالكامل المهم سوف أريكم الحلقة إخواني الكرام قمت بشرح الطريقة في إحدى الحلقات كما قلت لكم لكي تقوم بتجنب هذا الأمر يجب عليك أن تقوم بإظهار الأصدقاء الخاص بحسابك على الفيسبوك كما تلاحظون فكما قلت لكم عندما يطلب منها الفيسبوك أن تقوم بالتعرف على الأصدقاء سوف إذا أردت أن تقوم بالدخول إلى حساب آخر لكي تتعرف على الأصدقاء التي تمتلكم على حساب فيسبوك سوف تجد أن الأصدقاء غير سوف تجد نفسها أنها غير قادرة على الدخول إلى الأصدقاء الخاص بها لهذا إخواني الكرام دائما قم بوضع كل الأصدقاء من خلال هذا الخيار قم بوضع جميع الأصدقاء الخاص بك يعني أن تقوم بإظهار جميع الأصدقاء حتى لا تجد مشكلة في العملية جيد إخواني الكرام الآن سوف نمر إلى شرح الطريقة كما تلاحظون فهذا الشخص قام بإخفاء جميع الأصدقاء هذا الحساب لا يتوفر على أي صدق كما تلاحظون إخواني الكرام لا يمكننا معرفة أصدق هذا الشخص كيف نقوم بذلك؟ سوف نقوم بالتوجه إلى اليوميات الخاصة به كما تلاحظون إخواني الكرام بعد ذلك سوف نتوجه إلى أقرب منشور أو آخر منصور قام هذا شخص بنشره كما تلاحظون هذا هو منصور قام بنشره تقريبا في لا أعرف هذه الأرقام العربية لكن المهم في هذه الساعات المقبلة سوف نقوم بتعرف على الأصدقاء الخاصين به يمكنك أن تتوجه إلى التعليقات سوف تجهد الأصدقاء على هذا الشكل أو تذهب إلى اللايكات من الأفضل أن تتوجه إلى اللايكات سوف تجهد عليها مجموعة من اللايكات سوف نقوم به هنا كما لا يقوم بالتفاعل وهذا ما يؤثر كثيرا على الحسابات كما قلت تتوجه إلى المنشور الخاص بهذه السيدة بعد ذلك تتوجه إلى اللايكات الخاصة بها تقوم بالنقل عليها بطاقة الزر الأيمن ثم تتوجه تقوم بفتح صفحة جديدة وتنتظر قليلا وكما تلاحظون إخواني الكرام فكما تلاحظون هذا حسابي وكما تلاحظون هذا هو الأصدقاء الخاصين بهذا الشخص يمكنك أن تقوم بإرسال طلب صداقة لأي شخص من هذا الأشخاص كما تلاحظون إخواني الكرام هذا هو أصدقاء هذا الشخص كما تلاحظون هذه بالنسبة للطريقة فهي سهلة جدا كما أخبرتكم مسبقا هذه العملية إذا كان الصديق الذي تمتلكه على حساب الفيسبوك لا يتوفر على كما قلت لكم قام بإخفاء الأصدقاء الخاص به يمكنك أن تقوم بعمل هذه الخطوة وسوف تجد الأصدقاء الذي تريد كما تلاحظون الآن يمكنك أن تقوم بإرساله وطلب صداقة أو شيء من هذا القبيل وتدخل إلى حسابيها وغيرها جيد كذلك تتوجه إلى التعليقات فإذا كانت هناك دائما توجه إلى المنشور الذي عليه التفاعل الكبير كما تلاحظون هنا إخواني الكرام سوف نتوجه إلى إحدى المنشورات الخاصة بهذا الشخص أن يكون تفاعل عليه كبير لكي تحصل على أكبر عدد ممكن من الأصدقاء الخاصين بهذا الشخص كما شرحنا فيما سبق يمكنك أن تقوم بإرساله وطلب صداقة وبعد ذلك سوف يقوم الفيسبوك بإظهار لك الأصدقاء الخاصين به ويمكنك بعد ذلك أن تقوم بإرساله وطلب صداقة وهذا ما شرحته في حلقة سابقة كما قلت لكم هذه الطريقة فهي رائعة جدا إخواني الكرام كذلك هذا المنشور يمكنك أن تقوم بالنقل على هذا الخيار بعد ذلك سوف يظهر لك الأصدقاء كما تلاحظون إخواني الكرام ويمكنك أن تقوم بإرساله وطلب صداقة على هذا الشكل كما تلاحظون إخواني الكرام يمكنك أن تقوم بإرسال طلب صداقة على أي شخص تريد من هؤلاء الأشخاص كما تلاحظون يقوم بإظهار لك يقول لك هنا إذا كنت تريد أن تقوم بإظهار المزيد كما تلاحظون إخواني الكرام هؤهدهم الأصدقاء الخاصين بهذا الشخص كما تلاحظون يمكنك أن تقوم بالنقل على المزيد كما تلاحظون فالعملية كما قلت لكم إخواني الكرام رائعة يمكنك أن تقوم بإسالة طلب صدق على هذا الشكل بعد ذلك سوف تقوم بالحصول على الأصدقاء الخاصين بهذا الحساب بدون مشاكل أو شيء من هذا القبيل فالعملية كما قلت لكم إخواني الكرام فهي سهلة ورائعة جدا أنا شخصيا أستخدمها عندما أريد أن أقوم بمعرفة صديق معين هذه الخطوة فهي سهلة وكذلك يمكنك أن تقوم بالحصول على الأصدقاء المخفيين لأي حساب في إسبوك بطريقة سهلة جدا سوف نقوم بالبحث على حساب آخر فأختار إحدى هذه الحسابات مثلا هنا لدي مجموعة من الأصدقاء قاموا بإخفاء قائمة الأصدقاء الخاص بهم هذا الشخص كذلك فالصديق المشترك الوحيد الذي بيننا هو هذا الشخص كما تلاحظون إخواني الآن سوف نقوم بمعرفة الأصدقاء الخاصين بهذا الشخص كل ما علينا نفعله وتوجهه لليوميات كما العادة إخواني الكرام نبحث على منشور عليه أكبر نسبة مشاهدة أو نسبة إجابات أو نسبة كما قلت تفاعل فهذا الشخص أظنه لا يقوم بوضع مثلا هنا بعض الكتابات الخاصة به يقوم فقط بكما تلاحظون فهناك نسبة التعليقات وكذلك اللايكات فهي ضعيفة جدا لهذا سوف نقوم بالبحث على الأكبر منشور عليه نسبة التعليقات وكذلك نسبة الإعجاب هذا الشخص يقوم فقط بعمل بارتاج سوف نقوم بالبحث على حساب آخر مثلا هذا الحساب المهم نحن سوف نقوم بالتطبيق الطريقة على مجموعة من الحسابات حتى تكون الأمور جيدة وكذلك لتقومون أيضا بمعرفة هذا الشخص كما تلاحظون فأجد مشكلة في عملية كما تلاحظون هذا الحساب لديه 35 مشترك مشترك 35 فقط سوف نقوم بالتوجه إلى اليومية بعد ذلك سوف نقوم بعملية البحث على المنشور الأكثر تفاعلا والأكثر إعجابا لاحظوا معي إخواني الكرام هذا هو المنشور كما العادة نقوم بالنقل عليه نقوم بوضع عليه الماوس ثم نقوم بفتح صفحة جديدة بعد ذلك سوف يعطينا الأصدقاء الخاصين به لاحظوا إخواني الكرام هذا هما الأصدقاء المخفيين خاصين بهذا الحساب يمكنك أن تقوم بإرسال لهم طلب صدقة بعد ذلك سوف تقوم بالحصول على حساباتهم بدون مشاكل أو بدون تحصل على كما قلت طلبة صدقة من خلالها بطريقة سهلة جدا كما تلاحظون إخواني الكرام نفس الشيء تتوجه إلى نفس الحساب تبحث على منشور عليه كثير التفاعل نفس الشيء هنا وسوف نقوم بمقارنة بين هؤلاء الأصدقاء لاحظوا معي إخواني الكرام سوف يعطيك هنا مجموعة من الأصدقاء نفس الحساب كذلك يمكنك أن تقوم بالبحث على مثلا تبحث على مثلا تعليقات فيما يخص تعليقات كذلك سوف تجد عليها سوف كذلك تجد عليها تقوم بالتوجه إلى تعليقات ثم تنقران على فلاحظوا معي إخواني الكرام بعد ذلك سوف تجد هنا الأصدقاء الخاصين بهذا الشخص ويمكنك أن تقوم بإرسال لهم طلب صدق إخواني الكرام بهذه الطريقة إخواني نكون قد قمنا بشرح الطريقة فهي سهلة ورائعة جدا أي شخص يمكن أن يقوم بهذا الأمر ويتعرف على أصدقاء أصدقاء الأصدقاء المخفيين بطريقة سهلة جدا أتمنى إخواني الكرام أن تتفاعل مع هذه الحلقة أتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد شكرا لكم على المتابعة إلى حلقة قادمة بحول الله اشتركوا في القناة